الملخص يا سيدة شوف بقى المحطات النوية المصرية يمكن زي ما ذكر دكتور علي احنا في عندنا خطة واسعة جدا ان احنا بقى في عندنا حوالي 20 محطة طب وانا بكلمك على هذه المحطات هم 20 او هم 4 لازم نبقى فاهمين ان احنا بنتكلم على امان على مستوى الطاقة ان انا عندي قدرة واسعة جدا على توفير كم ضخم وهائل من الطاقة لاجل الاستخدامات لاجل البنية الصناعية المصرية لاجل تطوير الصناع ده شق شق التاني وهو الاهم ان انت بترفع من معدل قدراتك التكنولوجية جدا قوي خالص اضعاف اضعاف اللي موجود طيب ثلاثة انا بتكلم على محطات نوية يعني انا بتكلم عمليا على مراكز بحسية وفي الحتة دي لازم تبقى فيها بحاجة لطيفة او المجال بتاع ابحاث الطاقة النوية مجال واسع لدرجة مخيفة يعني انا مبارح كنت قاعد اقرى على شركة في الصين يعني اسمها بيتا فولت حلو الشركة دي انا انا قصد اقولك اسم الشركة مش موجودة في مصر يعني بتعمل ابحاث بالمناسبة هذه الشركة شركة بتعمل ابحاث لاجل الاستخدام يعني بتعمل ابحاث عشان تطرح منتج بعد كده يستخدم ايه بقى البحث اللي بيشتغلوا بقى بيتا فولت ده بطارية قد عقلة الصباح كده دي بطارية نووية ده فعلا مش يظهر طاقة تقريبا تفضل بطارية نووية يعني زي ما كان بيتكلم دكتور علي دي بتقعد عشرات السنين يعني مفيش حاجة هم عايزين يعملوا في ايه؟ عايزين يشغلوا بيها التليفونات ويشغلوا بيها البيوت ويشغلوا بيها قصد العربيات ويشغلوا بيها مكان ويشغلوا بيها روبوتات ويشغلوا بيها تطبيقات ذكاء صناعي ويشغلوا بيها حاجات اذا انا بشتغل على ابحاث تؤدي الى انه في وقت من الوقات انا استغنى عن البطارية العادية بتاعت التليفون يعني مفيش حاجة اسمها هشحن التليفون مفيش حاجة اسمها هروح اشتري باوربانك مفيش حاجة اسمها اصلا نسيت الشحن في بيتنا في حاجة اسمها أن التليفون هيفضل شغال طول ما التليفون ده مش بايز لأنه الطاقة مستمرة مستدامة لا تنتهي على الإطلاق دي الأبحاث بتاعت لما يبقى فيها عندي محطات نووية فأقدر أطور طول الوقت في التكنولوجيا بتاعتي وطور طول الوقت في الصناعة بتاعتي مصر يا سادة أكبر بكتير مما يتصور بعضهم أو أغلبهم